وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي بدأت اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد تهدف المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مسيلاتها بالأسواق مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة يتواصل اقبال المواطنين على شراء المسلزمات المدرسية لابنائهم مع استمرار فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد جايب عظمني علشان خاطر لما انا اشتري شواء الطلبات لأولادي وكتبوا حاجات من دواء ولجيت حاجات رخيصة جوي داخل اشتري حاجات كراريس وشومة وإمام وكل حاجة بصراحة الشدر جميل وخويس وحلوة قوي حاسس بالمواطن في دخلة المدارس وفي الأسعار اللي بدأت عالية شوية على المواطن بس المبادرة دي موفرة علينا حاجات كتيرة فنشكر السيد الرئيس عليها معارض المبادرة التي يصل عددها إلى ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضا فرعيا تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها خارج إطار المبادرة وبتخفضات تصل نسبتها إلى ثلاثين بالمئة إضافة إلى توفر تلك المستلزمات في ثمانمائة وأربعة عشر منفزا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة كلها بالأسماء والعنوين مؤضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بنقدم خصومات بتتجاوز ثلاثين أربعين في المية ممكن تصل لخمسين في المية وفي منتجات منها تصل لسعر التكلفة نبقاش فيها مكسب تماما دايما على قول بنشترك في المبادرات دي لأن دي بتشيل على الكهلة للمواطن المصري ونكونوا حرسين من إحنا منوفر له البضاع بأسعار منخفضة مبادرة عظيمة ونحنا الآن الأسعار كلها مناسبة وماشاء الله نحاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحفيض الأسعار مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فر حبك علينا بلدي فر مدريات الأمن بالتنسق مع كبار المواردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها وفر كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة عديت النهاردة على الخيمة عسى نستري ملتزمات المدرسة فلاقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس الخيمات جميلة الأسعار قويسة جدا صارت كشاكيل وبصراحة أسعار مخفضة عن برة بصراحة حاجات جميلة يعني أخذت فكرة عن المكان ولأ حاجات حلوة بصراحة وبصراحة نشكر الرئيس اللي لقين حاجة قويسة وحاجة كده يعني بصراحة أحسن من برة بكتير وحاجة مضيفة إلى جانب المستلزمات المدرسية تتوفر السلع بكافة أنواعها خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تحت مظلة مبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أسعار غير برق خالص وفرت معنا وفرت كتير كمان أنا جيت واشتريت حاجات كويسة وبأسعار أقل من السوق وجميلة جدا ويشوفها لكم جميعا منظومة أمان ومن خلال 1026 منفزا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاهل كما عادت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجا وبداء للعشوائيات على مستوى الجمهورية في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم الزباة جميلة ووزعها علينا حققت اللي هي الشونت والشونت فعلا جاملة قوي وكل سنة برضو يوزعها علينا وشكرا يا رئيس وشكرا وزارة الدخلية كلنا واحد مبادرة قطارها لا يتوقف عند حد معين بل هي المظلة الاجتماعية والإنسانية التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل حرص القيادة السياسية على ذلك نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثالثة والعشرين برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكائنات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية عبدالله بركات التلفزيون المصري